عجبني كثير بس ضيق شوي مبين انه ضيق شوي شلحي يا ام كرش شلحي راح اطقي للفستان شوف كرشك بالاول ايون الناس ما بدا تكون علي بالحفة يا ملكة الاكل انت ليش ما بتروح بالله بصلا ما رقل له يروح ولا ما بعد بشتري اي الشي مهنة حل عنا شوي خلص انا ما رح اجرب اي شي قدام هالسئيل نيهال مو مستاهلة ما بدي اشتري شي نيهال ماشي وعد انه ما رح احكي خدي جربي هاد انا خطرته وبحلي اذا ما لبقلك ما رح اتماسخار وعد عن جد حلو برافو مهنة اذا هدا ما زبط رح نطلع لسه هلا قبلشنا ما رح نطلع لا تشتري شي يلا يلا ايه �صلته ايه بلى و هاد مشانك و ايه اكيد بيلبقنتك وبيشبه لون عيونك كمان وطلعت مزوئ والله غريب يلا جاربي حبيبتي بيسان سلمي عليها سامر وينك انتي عم نشتر اغراض لنيهان شو صار معي مهند معنا هون بيسلم عليك عدنان حكى معاك شي لا اليوم ما حكى معي شوفي يعني ما عندك خبر نهاد حكى مع عدنان بيك منشان نطلع نتعشى سوا اي قاله عدنان بدن سافر المساء على ازربيجان ما فهمت عليكي ليش كانوا بدن يروحوا الشهر الجاي بس عدنان قاله خلينا هلأ نروح اهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ممتاز سمر في شي لا عدنان ونيهاد بدون يسافروا على أذربيجان لهيك استغربت بس أنا كنت بعرف بابا بعطت لي رسالة كنت بالانتحان وقتلقيتني الرسالة حكيت معه بعد ما طلعت وهو بيعرف انه رح نجي نشتري هراض قال لي لا تتأخري وخليني يشوفك اي حبيبي ايش انتي ما كنت بتعرفي ما عندي خبر خليني شوفه كتير لا بقلك شو رأيك مهند برأيي رائع لا تشوفي غيره وانا عاجبني معناتها مبروك حبيبتي خلينا نشوفك انت راحلوة كمان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة